الاسبوع ده كنت بكلمك عن علماء السلطان وازاي هما بيبيعوا علمهم عشان يشتروا رضا الامراء وكلمتك عن ان دي ظاهرة تاريخية موجودة على مدار التاريخ لكن الحقيقة علماء السلطان الموجودين دلوقتي وتحديدا في عهد عبدالفتاح السيسي ومنهم شوقي علام مفتي الديارة المصرية الناس دول بيوصلوا او بيسطروا يعني تاريخ جديد في فكرة الطببيل او النفاق للحاكم او ازاي تبقى من علماء السلطان انا لا اعتقد ابدا ان في مستوى حد وصله قبل كده زي الناس دي لك ان تتخيل مثلا ان قضية الزيارة السكانية السيسي تكلم عنها من يومين مش كده وكلمناك عنها والمقارنة والحاجات دي كلها طيب طلع شاوي علام عايز يلبس الموضوع مرجعية شرعية دينية وان النبي عليه الصلاة والسلام دعا الناس لتحديد الناس فتخيل تخيل كده من السنة النبوية كلها والحديث الشريف كله اللي روي عن النبي عليه الصلاة والسلام شاوي علام يجيب انه حديث عشان يلبسه قصة الزيارة السكانية عارف انت الحديث اللي هو في نهايته او فيما معناه يعني او من قلة يومئذ يا رسول الله فقال لا بل انتم كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني فهو جاي بالحديث ده بقولك او من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال لا بل انتم كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل وبالتالي الكترة في الخلفة وفي الموليد حاجة مش حلوة خالص قال السنة النبي قال مش عايزين نبقى كغثاء السيل لا يا شيخ طب والحديث بتاع خليني اقارى بس النص بتاعه بتاع تناكح وتناسل وأباهي بكم الأمم يوم القيامة او كما قال صلى الله عليه وسلم يعني واحديث كثيرة اخرى يعني واياتنا هنا مش يستفتونك يعني نسيب الكلام ده ليه زميلنا طرق اللبان والمشايخ اللي بيطلعوا معه لكن يعني بالعقل كده من المعلومة الدين بالضرورة اللي احنا درسناه واحنا عال صغيرة يعني من القراية البسيطة اللي بنقراها هي بتاعت غثاء كغثاء السيل اتقالت يا عم شوقي في موضوع زيادة السكان لا يا شيخ النبع عيسات السلام وحشاء يعني ان هو يكون قال كده او عمل كده قال ان احنا هنبقى غثاء كغثاء السيل كان اصدع الزيادة السكانية مش اصدع لان الناس خلاص بقت بلا قيمة وبعدت عن دينها ومكانش ده القصد اللي احنا درسناه وإحنا عيال صغيرة انتو الجماعة بتجيبوا دين جديد يعني انتو بتجيبوا دين جديد كان فيه اغنية زمان كده حد بقول دين ابوك واسمه ايه انتو بتجيبوا دين جديد يعني الدين ده حاجة جديدة عندكم يا اخ شوقي انتو بتخترعوا دين يا أخواننا انتو بتجيبواوا حديث مثلا الناس ما قرطهاش قبل كده الناس مش عارفة تفسيرها قبل كده مش عارفة الكلام اللي تقال غثاء كغثاء الساي اللي كان المقصد منه زيارة السكانية لا يا شيخ الحقيقة والله بيبتدعونا دين جديد هناك في دار الافتاء المصرية وكله عشان رضا سيارة الجنرال المشير الركن الرئيس عم فتاح السيسي اللي طلع من يومين وقال لهم لو استمرت الزيارة السكانية احنا هنكون في وضع سيء جدا تعالوا نفتكر مع بعض السيسي قال لي لابا بنقول لكم ان النمو السكاني احنا ببنخوفكمش وبنقول لكلام ده لكل المؤسسات اللي موجودة في الدولة بما فيها المؤسسات الدينية بما فيها ايه المؤسسات الدينية اول ما قال المؤسسات الدينية شوق علام راح فتح الكتب قال ينهر اسود ماهو لازم نقول حاجة ماهو لو ما قلناش هيخرب بيتي انا ممكن الاي نفسي برا ولاي مختار جمعة بقى داخل بنفارين بقى وزير او قاف وبقى مفتي مهو مختار جمعة يعملها يعني ده تعلم فروح يا عم شوقي دور على حاجة دور على ايه مش لايه مفيش لا في ايات ولا في احاديث بتقول الهاكس ده طب دور كده على اي حاجة فيها كتير اه جثاء كغثاء السال حلوة دي تنفع وهو اصلا الراجل لا بيفهم لا كده ولا كده فهيقول لك اه ده الاخ شوق علام جاب لنا ايه مرجعية دينية هو وممكن نستخدمها بعد كده اطلع يا عمي واظروفهم الحديث الجميل ده وقلهم ده هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الغساء ده يعني انتو كتير يعني يتخلفوا كتير يعني ما ينفعش يعني النبي قال يا جماعة نحدد الناس لي يعني فخمت الرئيس بيقول كلام صح توكلوا على الله والموضوع ليه سنة شرعي وما تلاقش ابدا فخمت طالما قال المؤسسات الدينية تخدت بالك العشرين ثانية للشباب فريل اعداد مختارهم بصراحة عبقريين هو الراجل ادى بس الاشارة شاور من بعيد كده مؤسسات دينية فشوق علام لهثة كذا وراح ورا العلم الضايع اللي هو عنده وطلع منه الحديث اللي هو اصلا ملوش علاقة بالقصة وقام ملبسه العباية بتاعة زيادة السكان واتفضل يا سادة الرئيس احنا خدمين الحقيقة عار على دور الافتاءة المصرية وعار على شوق علام وعار الحقيقة ان انتو تلبسوا الاحاديث والسيرة النبوية والكلام ده كله لراجل اصلا يعني ما بيفهمش اي حاجة في القصة يعني هو عنده دين لوحده دينه هو في دماغه بطريقته باحاديثه بفهمه بكلامه باعتقاداته والحقيقة انا شخصيا ما عرفهاش يعني ما عرفش الراجل ده بيجيب الكلام ده منين يا ربنا حضرتك وهي كده كده وربنا مدي ايده حاجات غريبة جدا يعني ما درسناهاش خالص ما نعرفهاش الدين اللي تربنا عليه في مصر ما هوش ده مش هو الله مش قصدي حاجة بس دي حاجة غريبة جدا عن اللي الناس تربت عليه في مصر لدي تعليم الدين ولدي الايات ولا تفسيرها ولا الاحاديث ولا اي حاجة وبالتالي هو بيعمل حاجة مختلفة ومش وراء العلماء بتوعه كازال قطيع بالزبط انت مؤسسة دينية حضرين يا بي ادي له احاديث